أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية خليل إبراهيم جيهان خرج بتصريح يقول كنت سأفقد والدي بسبب ما قيل عني المهم أصدقائي قبل الخضوة في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكمني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك وفرجة ممتعة خليل إبراهيم جيهان يمر بوقت عصيب جدا بسبب الأخبار التي نشرت عنه في الصحف من طرف الصحافة وأن السبب هو هناك علاقة حب بينه وبين أزنوركولا وحتى صور لهما هي وخليل تثبت علاقتهم وهذا الخبر عندما سمعه خليل إبراهيم جيهان فقد السيطرة على نفسه ورفع دعوة قضائية بخصوص هذا التقارير ورفع محامي خليل دعوة تشهير وتعويض ضد إبيك أركان أدل خليل إبراهيم جيهان بتصريح صادم بشأن هذا الخبر قال إن والدي أصيب في السابق بنوبة قلبية بسبب هذا الخبر لذلك كانت هذه الأخبار مهمة بالنسبة له قال إنه لا يهتم بهذا الخبر لكن عائلته حساسة للغاية لهذا الأمر نتمنى لوالد خليل إبراهيم جيهان الشفاء العاجل هناك مفهوم يسمى حرية الأخبار ولكن من الضروري عدم مشاركة الأخبار دون تأكيد ما إذ كانت صحيحة أم خاطئة أصدقائي ما هو رأيكم في هذا الموضوع خليل إبراهيم جيهان والعديد من المشاهير غير راديين عن هذه المشاكل هل هذا هو تمن شعبيته؟ يرجى مشاركة آرائكم معنا كما شارك أحد المتابعين المقربين للممثل الشهير بأخبار صادمة على الملف الشخصي أرسل صور للممثل الشهير غير متوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي وذكر أنه متأكد من أن الممثل قد تزوج وطلق من قبل ولديه ثفل وهذه الأخبار كنت دائما أتلقاها في التعليقات وكنت دائما أود أن أضع فيديو لكي أؤكد لكم صحة الخبر واليوم سوف نؤكد لكم هل هذا الخبر صحيح أم مجرد إشاعة كباقي الإشاعات وكانوا يقولون أن هذه المرأة التي بجانب خليل إبراهيم جيهان في الصورة هي زوجته وإذ كنتم تتذكرون تقريبا هذه لمدة عام كان هناك أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الممثل قد تزوج عندما كان في العشرينيات من عمره والكل أصبح يقول أنه هذا هو السبب الرئيسي لعدم زواج خليل إبراهيم جيهان حتى الآن أصدقائي هل تعتقدون أن هذا يمكن أن يكون صحيحا كما أن العديد قاموا بالتعليق على هذه الصورة حيث قالوا أن الطفل الذي يوجد بين أحضان الممثل الشهير هو الطفل خليل إبراهيم جيهان ولكن عندما نظرنا إلى صورة الممثل نرى أن هذه الصورة جديدة لخليل إبراهيم جيهان وأن الطفل هو ابن أخت خليل إبراهيم جيهان وهي أنزلتها على ستوري وكتبت عيد ميلاد سعيد يعني لأخيها كما أيدا أنهم يقولون أنه تزوج في العشرينيات والصورة هنا جديدة وأنا جاب أنا داك لا يبدو مقنعا لنا أن الطفل هو حقا طفل خليل إبراهيم جيهان وهذه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة كما واصلوا كلامهم قائلين أنهم يرون خليل إبراهيم جيهان في الصورة مع نفس السيدة في عدة أماكن وهذا يتبين أنه متزوج به أريد أن أقول لهم أن هذه السيدة التي تمسك بيد خليل إبراهيم جيهان هي أخته القبرى أما السيدة الأولى فهي مجرد صديقة وأيضا أنها ليست بنفس السيدة التي تمسك بيد خليل إبراهيم جيهان كما أود أن أقول أيضا اتقوا الله من القيل والقال فهذا يسبب في جروح عميقة في قلوب الممثلين وهو لم يتزوج من قبل ما الذي تحصلون عليه من هذه الإفتراءات ولنفرض حتى وإن كان الأمر صحيحا هذا لا يعني أحد المهم أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية مع السلام ترجمة نانسي قنقر